الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت يومها الثالث والستين بعد المئة مشاهدين استمرار للقصف والتجويع والتنكيل في حق الفلسطينيين في قطاع غزة أما خارجه وفي خضم هذه الحرب الطويلة لا يزان الوعي الشعبي بالقضية حاضرا والتفاعل معها مستمرا ومتنوعا بشتى الطرق فإلى جانب المظاهرات التضامنية التقليدية التي تخرج باستمرار في مختلف مدن العالم تنادي بأعلى الصوت نصرة لغزة والقضية الفلسطينية تخرج أيضا مظاهرات رمزية تخلو من أي كلمة أو صوت بهدف إيصال فكرة ما منها ما شهدته تركيا يوم عمس عشرات الأطباء والممردين من كليات طب في مدينة اسطنبول ارتدوا زيهم المهنية الأبيض ملطخا بالدماء ساروا صامتين من ضريح السلطان العثماني عبد الحميد الثاني نحو جامع آيا صوفيا الكبير احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة حاملين لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة لإسرائيل مستنكرة المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق سكان غزة من اسطنبول إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث قررت مجموعة من النشطة إرسال رسالة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة عن طريق تجسيد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في حق أطفال غزة منذ السابع من أكتوبر الفائت بطريقة لافتة ومؤثرة فعلى طول شاطئ مقاطعة سانتا كروز في كاليفورنيا امتد خط ملابس مؤلف من 13 ألف قطعة على طول ثلاثة أميال من الشاطئ أما عن سبب وجود 13 ألف قطعة تحديدا فهو عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة تقريبا حتى الآن مشاهدين ذلك المشهد على أحد شواطئ كاليفورنيا خلف تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي المدونة مليكة تقولوا أن موت كل هؤلاء الأطفال يحدث والعالم كله يشاهد المجازر الإسرائيلية ضد الأطفال أحسنتم في تنظيم هذا النصب المؤثر للغاية أما المدون ديلان فعلق قائلا 13 ألف طفل في غزة قتلوا قتلتهم إسرائيل هذه ليست صدفة هناك إبادة جماعية مستمرة وعلينا جميعا أن نبدل قصارى جهدنا لوقفها تبرعوا انشروا الوعي تحدثوا مع أصدقائكم وعائلاتكم قاطعوا أولئك الذين يدعمون الاحتلال الإسرائيلي شاطئ كاليفورنيا هذا لم يكن وحده المسرحة المحتج على ما يحدث في غزة فشاطئ مدينة بورنفموث جنوبي إنجلترا كما نرى هنا سبق أن نشر عليه نشطاء بريطانيون قطعا لملابس أطفال على طول خمسة كيلومترات لتأبين أطفال غزة الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر والذين تجاوز عددهم أحد عشر طفلا كذلك مشاهدين حاكت رمال شاطئ كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية جزنة الفلسطينيين الذين استشهدوا في أعقاب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حيث وضع ناشطون أكفانا وأعلاما فلسطينية ووردة حمراء اللون تكريما لهؤلاء الشهداء الذين استشهدوا في غزة منذ انطلاع الحرب